منذ بدي العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا وقبلها ترددت المانيا في تحديد طبيعة دعمها لكييف وشهدت العلاقات الثنائية تباينات عدة فما طبيعتها في يناير الماضي اغضبت تصريحات قائد البحرية الالمانية كييف عندما وصف تسويق فكرة احتمال غزو روسيا لاوكرانيا بالحماقة واضف وقتها ان الرئيس الروسي بلادمر بوتين يستحق على الارجح الاحترام مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي كانت المانيا ترفض ارسال الاسلحة الى كييف واكتفت بتقديم مساعدات عينية محدودة في التاسع من ابريل صرحت وزيرة الدفاع الالمانية كريستين لامبرغت ان بلادها استنفذت كل امكانياتها تقريبا لامداد اوكرانيا بمعدات من احتياطيات جيشها لكنها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من قبل منتج الاسلحة بعدها بايام تحفظ اوكرانيا على اقتراح الرئيس الالماني فرانك فالتر شانماير زيارة كييف واعلن الاخير ان زيارته لم تكن مرغوبة بالتزام زار ثلاثة من كبار مسؤولي البرلمان الالماني كييف والتقوا مع نواب اوكرانيين وكانت تلك الزيارة الاولى والوحيدة لممثلين سياسيين المان منذ بداية العملية العسكرية الروسية في السادس والعشرين من ابريل الماضي قررت الحكومة الالمانية السماح بتزويد اوكرانيا بنحو خمسين دبابة مضادة للطائرات في خطوة وصفت بالتحول الكبير في سياسة برلين وامس اجرى الرئيس الاوكراني فوليدمير زنينسكي محادثات هاتفية مع الرئيس شتان ماير لحل الخلاف الدبلوماسي بعدها اعلنت برلين ان وزيرة الخارجية انالينا بيربوك ستزور اوكرانيا قريبا وحسب كثير من المحللين فان لالمانيا علاقات متشابكة مع روسيا واوكرانيا وبناء عليها تحدد برلين موقفها من الاحداث وفق حسابات ربح وخسارة خاصة بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة